اشتركوا في القناة احياكم الله اينما كنتم وادام عليكم فضله حيثما نزلتم واهلا بكم في رحابي هذا البرنامج الاسبوعي المبارك وهذه بفضل الله اولى حلقاته واول ثمراته نلتقي فيه بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في لقاء اسبوعي موسوعي علمي ايماني تاريخي اكتبس عنوانه من معين آية كريمة من سورة ياسين رقم الآية التاسعة والثلاثين قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم بداية مشاهدين الكرام يسعدنا الترحيب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي وحياه الله على منبر قناة اقرأ في هذا البرنامج المبارك اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله استدوائل وحيا الله والاخوة جميعا اينما كانوا واسأل الله لي ولكم التوفيق وشرف لي ان اكون في هذه القناة الرائدة اسأل الله ان ينفع بما نقول الاسلام واهله ان شاء الله تعالى اذا مشاهدين الكرام بحمد الله حلقتنا هذا المساء عنوانها وذكرهم بأيام الله نود اولا التعريف بالآية الكريمة ونضرائها في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على فضله والصلاة والسلام وعلى اشرف رسله وخير خلقه هذا برنامج عنوانه العرجوم القديم مقتبس كما قلتم في المقدمة من آية كريمة في سورة ياسين العرجوم القديم احد منازل القمر هو القمر احد الشواهد على ما يقع في هذا الدهر ونظيره في ذلك الشمس ولهذا قال شوقي قفي يا اخت يوشع خبرين حاديث القرون الغابرين العرجوم القديم منزلة من منازل القمر والقمر كما قلنا شاهد على ما يقع فيه فكرة البرنامج تقوم علىنا ان شاء الله تعالى سنلقي ضوءا ايمانيا علميا فكريا تاريخيا موسعيا على ما مضى من ايام الدهر وسلف وعلى ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اوجأ القرآن من قبل انه سيقع من اشراط الساعة وما دونها من احداث عظام اما ما نحن فيه اليوم وذكرهم بأيام الله فان الله عز وجل قال في كتابه العظيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ثم قال جل وعلا في خاتمة الآية ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقول الله عز وجل ان في ذلك لآيات لكل صبار دليل على آيات النقم وعلى أيام النقم ولما قال بعدها شكور دليل على أيام النعم والناس جرت عادتهم انهم يقولون لمن يحبون جعل الله يومي قبل يومك يقصدون يوم الوفاة فكلمة يوم تطلق على الوقائع تطلق على الوقائع وقد كانت للعرب في جاهليتها أيام وكان للأمم في قبلها أيام ولهذا قال الله عز وجل لنبيه موسى وذكرهم بأيام الله وأول ما ينصرف من أيام الله في نبأ موسى بصورة أولية إلى اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقوم المعروف بيوم عاشراء وإن كنا لن نتكلم عنه في هذا اللقاء لأن سيأتي له حديث مستفيد إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة قال الله عز وجل كذلك في سورة يونس فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ومضت سنة الله عز وجل في خلقه أن الأمم التي سبقت وسلفت كان لله عز وجل فيها أيام إما أيام نقمة ينتقم الله عز وجل بها من أعدائه وإما أيام نعم ينصر الله عز وجل بها أوليائه وقد تكون يوما واحدا كما كان البحر نعمة على موسى وقومه وكان أثرا وضررا على فرعون وعاله المراد من قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله أن الإنسان يستشعر أنه ما من مرهوب يطلب إلا بالله وما من مرهوب يدفع إلا بالله تذكر أيام الله تبارك وتعالى يعين العبد على السير في حياته وسير روته إلى ربه تبارك اسمه جل ثناء والعلم عند الله إن شاء الله فضيلة الشيخ إذن أيها المشاهدون الكرام بعد هذا الإضاح نقول بإذن الله سنتدارس مع فضيلة الشيخ أياما ووقايع تاريخية هي يوم الفرقان ويوم عاد ويوم أغوات ويوم التحالق ويوم حليمة وعلى بركة الله بإذن الله نبدأ بإطلال تاريخية على يوم الفرقان متسائلين فضيلة الشيخ لما بدأنا بهذه الأيام دون سواه يوم الفرقان هو يوم بدر وهذه التسمية كما تعلم تسمية قرآنية قال الله عز وجل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع وقال جل وعلا في سورة أخرى وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ يوم الفرقان هو أعظم أيام الدنيا نصرا وإن جاز لنا أن نتكلم بإجاز حوله لأن يوم الفرقان يوم المعروف لكن نحاول أن نقعد المسائل فيه الله عز وجل يختار يقدم ويؤخر بحكمة عظيمة كان هناك رجل اسمه كرز غزى المدينة غزى سرح المدينة غزى الأنعام الرعي تبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لكنه لم يدرك فهذا ما يسمى بدر الأولى فنجى لما نجى لأن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن كرزا هذا سيؤمن فنجى هذه بدر الأولى جاءت بدر الثانية التي هي المعروفة لذلك لما يقول المؤرخون بدر الكبرى هم لا يقولون بدر الكبرى إلا يميزوها عن غيرها عن بدر الأولى التي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها كرزا وعن بدر الموعد التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها باسو فيانا لكنها بس فيها لم يحضر فبدل الكبرى هي يوم الفرقان النفس البشرية جبلت على شيء تريده لكن الله عز وجل يريد أن يبينني خلقه أن الحياة الحق حياة الآخرة فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عنهم وهو أعلم بهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يعني كان أكثر الصحابة يرغب لو أنهم أدركوا العير أدركوا القافلة التي كانت مع أبي سفيان لأنهم سينجم عن ذلك أنهم سيأخذون أموالا والفقر الذي كانوا فيه كان باعثا لهم على ذلك لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر غير الذي كان أولئك الأخيار والفضلاء والصحابة يتبعون حتى عندما وجدوا ذلك الراعي قبيل أرض المعركة ويسألونه كان يخبرهم أن العير نجت فكانوا يضربونه وإذا أخبرهم أن الجيش قدم لا يقبلون منه فكان أبي صلى الله عليه وسلم يعجب منهم من سؤالهم وقد كان صلى الله عليه وسلم حين قائما قائما يصلي خرج عليه الصلاة والسلام في جيش قوامه قرابة ثلاثمائة وأربعة عشر رجوة هذا الجيش في ناحية العدد هذا عدد مبارك لأن غالب أقوال أهل التفسير والتاريخ أن هذا هو عدد الجيش الذي كان مع طالوت يوم أن صر الله عز وجل طالوت في آية كما قال جل ذكره في سورة البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله قال بشربوا منه إلا قليل منهم المرأ إلا قليلا منهم المراد هنا قضية العدد هذه ناحية الأولى الناحية الثانية قضية أن هناك بدر كبرى وبدر صغرى وبدر موعد وإذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى قلت أنا الشيء المعروف لن أعيده لكن نتكلم عنها نتكلم عما يغلب على الظن أن الناس يحتاجونه ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم من أيام حاولت اجتهادا أن أجمعه فتبين لي فيه ما يلي أسعد أيام الدنيا يوم مولده وأعظمها حزنا يوم وفاته وأعظمها نصرا يوم بدر وأشدها أثرا يوم بعثته وأعظمها فارقا يوم هجرته وهذا ما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يكرر وأما ما يتعلق بالمسلمين مما شرعه أعظمها دعاء يوم عرفة وأعظمها عملا صالحا يوم النحر هذه السبع يدل كل شيء عليها قال شوق رحمه الله يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد وضعه هذا لا ريب أن المسلمين متفقون على أن أسعد أيام الدنيا يوم مولده يقابله يوم وفاته يوم وفاته قال حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد لا يعقل وقد قال صلى الله عليه وسلم تعزوا بمصيبتنا به صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال حسن رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لما دفن نبينا صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا وقال لما دخل المدينة أنار منها كل شيء ويوم مات قال أظلم منها كل شيء هذا يقابل هذا مما يوافقه زمنا يوم هجرته فيوم هجرته أعظم أحداث الدنيا فارقا ولهذا في زمن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرخ المؤمنون بالهجرة لعلمهم أن أعظم حدث فيه هذه الثلاث كلهن وقعت في شهر ربيع لكن لا يتعلق بهن عبادة لا يتعلق بهن عبادة بقينا في يوم بعثته يوم بعثته يتعلق به عبادة كيف يتعلق به عبادة لأن يوم بعثته يوم نزول القرآن عليه ونزول القرآن عليه هو كان ليلة القدر وجمهور أهل العلم من السلف والخلف كما هو معروف أن يغلب الرجاء أنه في الأوتار من العشر الأواخر وذهب بعض الصحابة وبعض المتأخرين إلى أنها ليلة بدر بقرينة الآية وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقاني يوم التقى الجمعات والعلم عند الله ومن قام الشهر كله أدرك ليلة أدرك ليلة القدر أما كنا يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاه يوم عرفة وقال في العشر الأول منذ الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر ولا ريب أن يوم النحر أفضل أيام العشر كل ياب الاتفاق هذا ما يتعلق بيوم بدر من قراءة كل أيام جملة بني له صلى الله عليه وسلم عارش وورد من عدة آثار كما عند الطبران من حديث الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام تلك الليلة كلها وقد يأتي إنسان يقول أن أم المؤمنين رضي الله عنها وارضها عائشة قالت لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها وهذا الحديث الصحيح عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها تتكلم بلغة علمية قالت لا أعلم فيتبين عن علمها لا تبين لأن عدم العلم لا يعني علما بالعدم ثم إن عائشة رضي الله عنه وارضها كانت يوم ذاك لتويا قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بدرا كانت في السنة الثانية للهجرة على هذا قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة كلها يحييها يدعو ربه وقبل الصديق أو استاذن الصديق الصحابة أن يكون هو الواقف ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم أن قريشا لم تكن تريد أحدا أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتله فالقائم بحراسته لا بد أن يكون من أشجع الناس لأنه يعلم أنهم لا يريدون شيئا أقرب من العريش ولهذا عريش رضي الله عنه وارضاه وهو هو في منزلته قال إن أشجع الناس أبو بكر لأنه هو الذي قبل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة مصارع القوم دائما هذه المعارك تظهر خبايا النفوس لأن النفوس إذا رأت الموت عياناً يخرج كل ما فيها مما كتم الأسود المخزومي كان رجلاً شرس الطباع في الجاهلية لما رأى أنه يحول بينه وبين الماء بدر الصحابة أقسم أن يأتي ذلك الماء وأن يقتل دونه فخرج على شراسته والحرب لم تبدأ بعد وقتله حمزة قبل أن يصل إلى البير فأخذ يلقي بنفسه على حائط البير حتى يبر بقسمه فظهرت أول الشراسة أول من قتل من أهل الإسلام مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثم صراقة حارثة بن صراقة رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء أول من قتل من الصحابة ثم حدثت المبارزة المعروفة ما بين علي وحمزة أو بعبيد بن حارث رضي الله عنهم أرضاه مع الملأ من قريش عتبه والوليد وابنه في المبارزة الشهيرة لكن هذا أمر ما قلت مستفيظ معروف بعد أن أتم الله عز وجل النصر لنبيه رماهم عليه الصلاة والسلام في القليب قريب بدر أي قال رماء القتلى وأخذ يخاطبهم فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أتخاطب واقوى من قد جيفوا قال ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا وهذا يبنى عليه مسألة هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون وجمهور أهل العلم على أنهم يسمعون مرجح هذا ابن القيم رحمه الله والذي يتأتلي أن هذا كان خصيصة له صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أن الموتى لا يسمعون من يخاطبهم وقلت المسألة فيها خلاف الناس تفرح بالنصر بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشائر إلى المدينة قبل أن يأتيها بعث أسامة بن زيد وآخر من الصحابة يبشرون الناس بأن الله عز وجل نصر نبيه لماذا اخترنا هذا اليوم؟ لأنه يوم نصر نحن نتكلم عن أيام الله وهذا أولى الحلقات من الفأل الحسن والطريق القويم أن نبدأ بالحديث عن يوم بدر شكر الله لكم فضيلة الشيخ بعد هذه الإطلالة عن يوم الفرقان نفيه إلى أمة كذبت رسولها واستكبروا في الأرض بغير الحق وهم قوم عاد قال الله عنهم إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر قوم عاد عرب ويسمون عند المورخين بالعرب البائدة ويجمعهم قوم ثموت ويدل عليه ظاهر القرآن ربنا يقول فهل ترى لهم من باقية ليس لهم أثر بعث الله عز وجل إليهم هود لم يكن مع هود بقدر الله آية لكنه كان عظيم التوكل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كما قال الله عز وجل عنه موطنهم كان بالأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف جاءت سورة باسمه سورة هود وجاءت سورة باسم المكان الذي بعث فيه سورة الأحقاف كان فيهم قوة قال الله عز وجل عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لأنذي قوم عذاب الخزي بالحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزأ وهم لا ينصرون وقال جل وعلا في سورة القمر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر هذه الريح كانت تحمل سحابا لما أطل عليهم قال الله عز وجل عنهم في سورة الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم كيف سنتحدث عن هذه الآية الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم والعاقل من دله ضعفه على قوة الله لا من دلته قوته على أن وهم يتخيله أن هناك ضعفا في ذات الله ولا يهدى لهذا إلا من وفقه الله عز وجل قال ربنا فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة قال جل وعلا بعد وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الريح معروفة بقينا في كلمة صرصر قال بعض العلماء إن المقصود صوت الريح تقول صرير الباب صرير القلم يعني صوته وقال بعض العلماء إن المراد بالصرصر هنا البرودة تقول ريح صر كما قال حاتم وطي مراد ريح باردة بعض أهل العلم جمع كما فعل الشنقطي ورحمه الله في أضواء البيان وقال إنها ريح باردة لها لها صوت والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين الأكمل الجمع بين المعنيين فمخطط الشنقطي رحمه الله يتفق مع قواعد أهل العلم في التفسير بقينا في قوله نحس جل وعلا الله يقول إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس ماذا يقابل النحس؟ النحس السعد بعض الناس وهذا كثير في المتأخرين فهم قالوا متى أهلك يوم عاد؟ جمهور أهل العلم من أهل الأخبار والروايات والتفسير على أنه كان يوم أربعاء وأنه كان آخر أربعاء من شوال فأصبح أمامنا في آم يأتون إلى آخر أربعاء من شوال فيتشأمون منها وبعضهم يأتي إلى آخر أربعاء من كل شهر فيتشأم منها ويحتج بالآية مع أن الله قال في أيام نحسات لأن العذاب بدأ يوم الأربعاء وانتهى يوم الأربعاء ثمانية أيام كما قال ربنا عز وجل بصورة الحاقة عفوا فضلة الشيخ نود أن نستعد لكم في فاصل ونعود الحديث عن يوم النحس إن شاء الله تعالى مشاهدين كرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم فابقوا معنا فعدنا لكم مشاهدين الكرام في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ كنا نتحدث عن يوم نحس مستمر نعم قلنا في الحديث عن قوم عاد وقلنا أن الناس تلقوا هذا الخبر بعضهم يعني على أنهم جعلوا يوم الأربعاء يوم نحس وقلنا أصنافهم في ذلك دائما جرت سنة الله في خلقه إن ظهر رأي إلا يقابله رأي آخر كما أن الشيطان يقابله جبريل هذا أمر محسوم في الخلائق ويقول فلكل أحد تجد له شيء مقابل و لما قال قوم بهذا جاءوا ناس فقالوا إن يوم الأربعاء يوم خير حتى قال بعضهم إن من زرع زرحا بذر بذرة وقال يوم الأربعاء وقال سبحان الله الباعث الوارث فإنها تؤتي أكلها جاء في الأحاديث أن جاء في رضي الله تعالى عنه وارضاه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب وأنه استجيب له يوم الأربعاء بعد العصر في رواية وبين الظهر والعصر في رواية وقال جابر إنه ما مر بي يوم ما مر بي كرب ودعوته إلا استجيب لي وهذا الحديث عن يضعفه أقوام صحيحة هو أثر مقبول عندي قلنا هذا الأمر المقابل للقائلين بالنحس لكن الحق أن الأيام في ذاتها لا تحمل نحسا ولا سعدا فقد كانت تلك الريح نحسا على قوم عاد وسعدا على هود والمؤمنين الذين معه لأنها كانت نصرا ونجاة ونجاهم الله عز وجل فلا يمكن أن ينظر هود والمؤمنون الذين معه إلى تلك الأيام على أنها أيام نحس لأن الله عز وجل أهلك فيها عدوهم وهم أي قوم عاد ينظرون إليها لأنها نظرة أيام نحس وقد جمع المتنبي هذا في قوله بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد ولما قال الله عز وجل في أيام النحسات أي شملت أيام الأسبوع كلها فلم يصبح دليل لأحد أن يقول أن هذا اليوم يوم نحس وأن هذا اليوم يوم سعد لكن الناس في الأفهام تختلف فلما رأوا أن قبيل قتل هابين يوم الثلثاء قالوا أن الحجام لا تصرح إلا يوم الثلثاء لأنها يوم إهراق يوم إهراق دم وقالوا أن الأفضل في الأربعاء أن يكون يوم دواء وقالوا أن في يوم الجمعة الأفضل أن يكون يوم للذات وقسموا الأسبوع كلهم ثم نسبوا هذا ذولا إلى أمير المؤمنين علي بن أبطل رضي الله عنه وأرضاه فلما ذكروا ذلك كله قالوا وهذا العلم لا يدريه إلا نبي أو وصير الأنبياء يقصدون أن علي رضي الله عنه ورضاه هو الذي قال هذا وعلي المنزه عن مثلي هذا القول قال الله في الآية إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر هذا وصف للريح قال بعدها تنزعوا الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر هذا وصف لفعل الريح وأثرها عليهم ولما قال تنزعوا الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر قال أعجاز نخل هذا عذاب الظاهر وقال منقعر هذا عذاب الباطن حتى تصبح الآية في منظومها البلاغي المتكامل تدل على عظيم عذاب الله أولئك القوم ثم حتى لا يفهم أن الله عز وجل عذبهم في الدنيا ونجأهم في الآخرة قال ولا عذاب الآخرة أخزأ وهذا أسلوب قرآني مضطرد فإن الله عز وجل إذا جاءت الآية تؤهم شيئا مخالفا جاءت الآية بقطعه وبيانه قال الله عز وجل في نبيه موسى من غير سوء حتى لا يفهم أن نبيه مرض ولما أثنى الله عز وجل على خليل إبراهيم قال وآتيناه أجره في الدنيا فحتى لا يفهم أن ليس لإبراهيم نصيب في الآخرة قال عز وجل وإنه في الآخرة لمن الصالحين هذا ما يمكن إجماله عن قوم عادل الذين أهلكهم الله عز وجل وعذبهم وقد قال الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصباء وأهلك تعاد بالدبور ومن الاعتبار أنه عليه الصلاة والسلام كان ذراء الريح أقبل وأدبر في بيته حتى تنكشف فلما سألته أمنا رضي الله عنها وأرضها عائشة قال وما يدريني أنها عذاب لقد ظنها قوم غيثا فهلكتهم قال الله فلما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا والجمع ما بين الرجاء فيما عند الله والخوف من مكره أعظم منازل ومناقب الصالحين وهو علم لا يتاه كل أحد سبحان الله فضيلة الشيخ القادسية اسم ذو أثر بالغ في حياة المسلمين وتاريقهم كانت قبله أيام من أشهرها يوم أغواث وقد تحدثنا في بداية الحلقة أننا سنتحدث عن يوم أغواث القادسية معركة نجى الله عز وجل فيها الفرصة من عبادة النار هكذا يجب أن يقرأ الخبر لأن الفرصة بعد ذلك كان لهم شأن عظيم في التاريخ الإسلامي فجل العلماء من اللغويين والقراء والفقهاء والمحدثين كانوا من أهل فارس والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض لناله رجل من هؤلاء وضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضه هذا الذي ينبغي أن يفهم لكن العرب في تاريخهم القديم كانوا يخشون الفرس حتى كان يوم ذقار ويوم ذقار كان لبكر على فارس نصرهم الله بقيادة هاني مسعود الشيباني وهذا كان في الجاهلية على الصحيح وإن قال بعض أهل العلم أنه كان في الإسلام فلما أشار الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل وفاته بقليل على المسلمين أن يغزوا في العراق كان هناك تهيق فكان المثنى بن حارث رضي الله عنه وارضاه في المدينة يشجع الناس على قتال أهل فارس فكتب الله عز وجل للمسلمين في أيام عمر الذي ورث خلافة عن الصديق وراثة شرعية أوكلها إليه قدمت جيوش المسلمين إلى العراق تحارب فارس ثم إن المثنى أبل بلاء عظيما وكان رجلا مقداما شجاعا حتى كسر المسلمون بعض الشيء في موقعة كان يقود أبو عبيد للثقافية رضي الله عنه وارضاه فلما انكسر المسلمون قليلا كانت الأخبار تأتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولم يكن عمر يرضى بهذا فعزم على أن يخرج إلى العراق بنفسه وخرج حتى وصل إلى المنطقة التي فيها وأنت مدني مثلي مطار المدينة الآن وصل إليها وجعل على المدينة علي بن أبي طالب وأراد أن يقود الجيوش إلى العراق لكن بقدر الله بذلك أم المكان بدى له أن يستشير الناس مرة أخرى فبعث إلى علي ليأتي لأنه عمر يعلم قدر علي لا يمكن أن يطرح رأي علي بمسألة كهذه فحضر الصحابة رضي الله تعالى عليهم وفئهم عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم عمر أنه عازم إلى الذهاب إلى العراق ليقود الجحاث للمسلمين بنفسه فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن لا يفعل وأنه لو قدر أن المسلمين انكسروا وهو معهم سيكونوا كسرا لأهل الإسلام فقبل عمر رأي عبد الرحمن ثم قال عمر لعبد الرحمن فمن تشير عليه يعني يقود الناس إلى العراق فقال له الأسد في براثنه سعد بن مالك سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص فبعث إلى سعد وأمره على الجيش الذاهب إلى العراق ذهبت الجيوش إلى العراق ورماهم عمر رضي الله عنه أي رمى الفرس بيدهقان العرب من الشعراء وأصحاب الرأي وأصحاب الخطب حتى يحيوا الناس ويقودونهم إلى المعارق قلت مازال في الأمة آنذاك ذي العرب خوف من فارس إن فارس كان له من الطغيان ما ليس لي غيرهم لما كتب الله عز وجل قبل أيام من وصول سعد أن يموت المثنى من جراح كانت فيه فلما مات وهذا من غرائب الأقوال أوصى أو أشار أن تتزوج زوجته سلمة سعد بن أبي وقص وأشار على أخيه المعنى أن يحمل سلمة إلى سعد تزوج سعد سلمة بعد انقضاء عدتها ثم أخذ يقود الجيوش أبتل يا سعد رضي الله عنه أرضاء رضي الله عنه أرضاء رضي الله عنه الأسرة والشرين بدماميل في جسمه حالت بينه وبين ركوب الخير أو الخروج إلى الناس في كل مرة فجعل رجلا بعده يبلغ الناس مراده وبقي هو في قصر بناه على أطلال المعركة كان هناك نهر ما بين فارس وما بين المكان الذي فيه المسلمون ثم بدأ لرستم قائد الفارس أن يبني ردما عبر من خلاله أولئك الفرس إلى موقعات القادسية قلسية مرت بأيام أول يوم كان اسمه يوم رماث والعلماء اختلفوا لماذا سمي بيوم رماث رماث قد يكون من الرمث وهو نبت بالبادية معروف وقد يكون لشيء آخر لكن لا يوجد جزم لماذا سمي هذا اليوم بيوم رماث مع الاتفاق على أنه يوم رماث هذا اليوم كانت الغلبة فيه للفرس قليلا أشد يعني لم يظهر أهل الإسلام فوجهوا بالفيلة بلاء أعظم لكثرة الفرس ولوجود الفيلة فكأن سلمة زوجة المثنة سابقا قالت لسعد ومثنأ ولا مثنى للخير بعده فلطمها سعد لما لطمها قال لها إن لم تعذيني أنتي فلن يأذرني أحد لأنك أعلم بجراحي أعلم بمأنى فيه فهو سعد رضي الله عنه أرضاه زجر من نفسه فضلا على أن يأتي أحد فيزيده بلاء على بلاء فسعد لا يرتضي أن ينكسر المسلمون ولا يرتضي أن يقعد هو على أن يباشر القتال لكنه ابتلي بتلك الجراح قبل المعركة وإلا بلاء سعد السابق والذي جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يوليه فسعد أول مرة ما بسهم في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم أحد إرمي سعد في ذاك أبي وأمي وسعد يعلم هذا من نفسه والصحابة يعلمون منزلة سعد في قتال لكن الله أراد أن يبتلي سعدا بهذا فكان يوم أرماث يوم شديدا على المسلمين في اليوم الثاني المسمى يوم أغواث الذي نتحدث عنه قدم القعقاء بن عمر من الشام عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه بعث إلى أبي عبيدة أن ابعث جيش الشام إلى سعد فبعثهم لكنه استبقى خالدا عنده فبعثهم على قيادة القعقاء بن عمر قدم القعقاء مع بداية يوم أغواث ولعل هذا إن صح التعبير هو قول المستشرقين ومنعه بعض المتأخرين لكن مرجح أن يكون سمي هذا اليوم بيوم أغواث لأن القعقاء أغاث جيش المسلمين حتى دخول القعقاء كان دخولا محكما يثير الرعب في أهل فارس في هذا اليوم بدأت الكفة تتوازن حاول المسلمون قدر الإمكان أن يتخلصوا من الفيرة لكن الكفة بدأت تتوازن بسعد رضي الله عنه أرضاه في يوم أغواث كأن تلك المرأة لأن المثنى عندما يشيرها لزوجته تتزوجة سعدا أراد أحد أمرين أو أرادهما معه الأول أراد أن يبر زوجته ربما كانت هذه الزوجة لها يد على المثنى فأراد أن تتزوج قائدا مثله مبشرا بالجنة فيكون قد أكرمها بعد موتها وهذا ملحظ مقبول الملحظ الثاني أن يكون قد علم أن امرأته ذات رأي وعقل وحجا ينفع أهل الإسلام فأحب أن تكون قريبة من القائد الذي أوكل إليه عمر بن الخطاب كهدث المسلمين لحرب الفارس ولغزو العراق فيكون قد بر الإسلام بعده وهذا هو الظن بالمثنى بن حارث رضي الله عنه أرضاه هتلك المرأة لما خرجت منها تلك الكلمة العفوية وقالت ومثنىه ولا مثنى للخير بعده أردت أن تكفر فجاءها التكفير قدريا جاء أبو محجن الثقفي وكان سعد قد حبسه لكثرة ترداده للخمر في شعره فلما حبسه أخذ يستعطفها أبو محجن أن يخرج ثم استخارت الله فخرج أبو محجن وأخذ البلقاء فلس سعد وخرج من القصر ودخل في الناس فأخذ يطعن ميمنة وهيسر ويصل إلى آخر جيش العدو ثم يعود فكان الناس يقولون في القتال لو لأننا نعلم أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا هذا ملك قال آخرون لإن كان الخضر حيا حقا فهذا هو الخضر وسعد يرقب ويقول الضبح صوت الخير ضبح البلقاء والطعن طعن أبي محجن لكن أبا محجن في قيده فلما أبل بلاء حسنا عاد مرة أخرى إلى سلما التي أطلقته فكانت تلك ذلك متصرف من سلما صيلة إلى سعد أن يرضى عنها فرضي عنها سعد ورضي عن أبي محجن وأطلق صراحة ثم كان بعده يوم عماس وفيه بدأت الكفة تتأرجح للمسلمين أكثر حتى كان الرابع الأيام يوم القادسية فقتل هلان تميمي رستم قائد القائد الفرس ثم جاء زهرة رضي الله عنه أحد الشباب المسلمين أحد فتيانهم فقتل جالي نوس أحد قادة فارس فانكسرت شوكتهم ورجع بعضهم إلى تذلكم الردم الذي كانوا قد بنوا حتى يعبروا النهار فغرق أكثر من ثلاثين ألفا منهم فأرسل سعد إلى المدينة يبشر ابن الخطاب عمر كان عمر وحافظ يقول فمن يباري أبا حفص وسيرته ومن يحاول للفاروق يتشبيه يحمل هم الإسلام فيخرج كل يوم مع طريق العراق ويسأل الركبان ويعود حتى جاء رسول سعد إلى المدينة فقابله عمر في أطراف المدينة والرسول لا يدري أن هذا أمير المؤمنين فيسأله وهذا على ناقته والناقة أشد مشيا وإصراعا من المدينة يمشي على قدمه فعمر بجوال الناقة يخب في المشي حتى يلحق والرجل يقول له قد هزم الله العدو قد نصر الله أهل الإسلام لكنه لا يقول له كل شي لأنه يريد أن يبلغ الرسالة إلى أمير المؤمنين وما زال عمر يمشي معه ويمضي معه حتى دخل المدينة لما دخل المدينة لقوا الناس الناس يحيون أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين بتحية الإمرة فعلم هذا أن هذا أمير المؤمنين فقال سبحان الله لو أخبرت لي أنك أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه أرضى لا عليك يا أخي ثم أخذ منه خطاب سعد وتلاه على الناس وبشر الناس بالفتح هذا يوم القادسي الذي قلت نجى الله فيه أهل فارس من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد القهار فبعد ذلك جاء من أبنائهم وأحفادهم من العلماء ممن لا ينكر أحد صنيعهم في حضارة أهل الإسلام فضيلة الشيخ حرب البسوس أيام بالغة الشهرة من حروب الجاهلية وهناك يوم هام وهو يوم التحالق الذي يعتبر أحد أيامها هل من عضات وعبر حول هذا اليوم هو من عرف تاريخ العربي قبل الإسلام من سفك الدماء وقطع الأرحام عرف أي منة للناس ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما أرادناه أن يعرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحال العربي قبلها حرب البسوس سببها ناقة كان كليب بن وائل العرب فيهم أنفة فلا يمكن أن يسلموا أمرهم لأحد أي أن يجمعوا أمرهم كلهم يجتمعون على رجل محال ولم تجتمع العرب في تاريخها إلا على ثلاثة رجال آخرهم كان كليب فلما أجمعت عليه العرب في حربها لأهل اليمن لما اجتمعوا عليه كلهم وانتصر دخله زهو شديد وأنفة وأصبح يضر من حوله حتى قتل على يد جساس فقامت حرب البسوس بين بكر وتغلب كليب من تغلب والخصم من بكر ما زالت أيام الضهر بقدر الله كلها بصالح التغليبيين على بكر حتى ظن البكريون أنه لم تقوم لهم قائمة حتى جاء يوم اسمه يوم الذنائب وفيه أصرفه مهلهل ربيع اسمه عدي الزير سالم أصرف في قتل خصومه وقال منتشي يتكلم عن هذا اليوم على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الدهور فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور وهذا البيت يقولون عنه إنه أكذب بيت قالته العرب وإن بقي وقت في البرنامج شرحناه لكنه أكذب بيت قالته العرب فأخذ ينتشي ويقول له أن كليب بعث من موته من مدفنه لعلم أي زير أنا كيف صنعت في بني بكر هذا كله دفع رجلا يقال له الحارث بن عباد كان معتزلا للحرب بكري لكنه اعتزل الحرب لما اعتزل الحرب أراد أن يبعى أن يطفأ وارها ويقضى ما فيها فبعث ابنا له يقال له بجيرا إلى مهله الربيعة يصلح بين الناس فقتله مهله وقال وهو يقتله بؤ بشسعنا علي كليب فالغلام ألهم معنا ساعة موت لكن ألهم أن يقول إن رضيت بكرا رضيت ومات هم إلى النبأ إلى أبيه الحارث بن عباد وهو ما تزل الحرب من شجعان الحرب فرسانيا فقيل له إن إن مهلهلا قتل ابنك فقال إن جعله كفأا لكليب قضي الأمر قالوا إن مهلهلا لما قتله قال بؤ بشسعنا علي كليب فغضب وقالوا له إن ابنك قال إن رضيت بكر رضيت وهذا هو الذي ألهب حباس البكري وكان لو فرس قال لها النعامة فقال قرب مربط النعامة مني لحقت حرب وائل عن حيالي علم الله أنني لم أكن من دعاتها وأنا بحرها اليوم صالي قرب مربط النعامة مني إن قتل الكريم بالشسع غالي ليس من المعقول أن يقتل رجلا كريما ابني بشسع نعن يزعم أنها بلسع نعن ثم قال خمسين بيتا كلها يقول في أولها قرب مربط النعامة مني وهي فرس لماذا سمي يوم التحالق لما أراد أن يدخل المعركة قال للنساء ذهبنا معنا وداوينا الجرحى فإن كان الجريح من بكر فعالجنا وإن كان القتيل من تغلب فاقتلنا فقلنا النساء وكيف نعرف فأمر بكرا كلها أن تحلق رؤوسها فدخلوا المعركة جميعا وليس فيهم شعرة واحدة ذلك سمي يوم التحالق إلا أحدهم يقال له جعدر استأذن الحارثة بن عباد أن لا يحلق شعرها لأن العرب لم تكن ترضى أن تحلق شعرها يعني كديمومة لماذا؟ لأن الحلق الشعر يجبرك على أن تحني رأسك أمام الحلاق نعم وهم يرون في هذا ذلة لا يصنعونه دائما فلا يحلقون شعورهم إلا إذا اضطروا ولهذا يقول بعض الصالحين أنه لا يحلق شعر إلا بحج أو عمره والمراد أمر الرجال أن يحلق رؤوسهم فدخلت بكر الحرب كلها ولا شعر لهم من هذا اليوم سمي يوم التحالق وله تبعات إن شاء الله إن شاء الله فضلت الشيخ نستأذنكم في فاصل مشاهدين الكرام فاصل بإذن الله تعالى وسنواصل معكم بعده العرجون القديم وأيضا نسعد بتواصلكم عبر موقع القناة وعبر صفحة القناة على الفيسبوك وتويتر وأيضا سنستقبل بإذن الله تعالى بعد الفاصل اتصالاتكم الهاتفية فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم فضلت الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء كنا نتحدث عن يوم هام جدا وهو يوم التحالق نعم بينا فيما سلف بعد الحمد الله بينا قضية لماذا سمي بيوم التحالق وقلنا إن بكرا دخلت المعركة وقد حلقوا رؤوسهم مما وقع في المعركة جاء الحالث بن عباد وكان قويا وأخذ يقتل في تغلب حتى إن جحدرا هذا الذي قلنا إنه رفض أن يحلق رأسا واستأذن الحالث بن عباد قتل أعظم فارسين من تغلب غير مهله الربيع ثم إنه جرح فلما حمل إلى النساء قتلنه وهو منهن لأن العلامة التي كان يعرفون بها البكريين أنهم كانوا قد حلقوا اللمم يعني الشعر وهذا أبقى على شعره فكان ذلك ثببا في قتله قدر للحالث أن يأسر مهله الربيع دون أن يعرفه فلما أراد أن يقتله كان مهلهلا استجداه فقال له سأطلقك على أن تدلني على عدي عدي الذي هو المهلهل وهو لا يعرفه أنه الذي تحت قدمه فأخذ منه العهد والمواثيق على هذا فقبل فلما فرغ من العهد والمواثيق أخبره أنه عدي فأطلقه بعد أن جز شيئا من ناصيته أي من شعره وفاء بعهده هذا يدل على أمور أولها أن الحالث بن عباد على شركه كفره كان يحمل قيما عظيمة إذ أنه لا يرجو جنة ولا يخشى نارا ومع ذلك وفى بوعده وكما أنه يدل على أن مهلهلا وليأذن لمن يحبونه لم يكن بذلك الرجل الفذ فلو رأينا أن أبا جهل على كفره لما صعد على صدره عبد الله المسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ولم يستجديه وهذا لما أدركه الحالث بن عباد أخذ يستجديه لكن تغلبا لم تقم لهم بعد ذلك قائمة مع بكر ولهذا كان البكريون يفتخرون بهذا اليوم يقول طرف ابن العبد وهو أحد شعراء المعلقات وهو بكري طرف ابن العبد البكري يقول في بعض شعري يقول سائلوا عننا الذي يعرفنا سائلوا عننا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللماء يوم تبدي البيض عن أسعقها وتلف الخين أعراج النعم تبدي البيض عن أسعقها جمع ساق بمعنى أن البيض النساء المرأة في الجاهلية لا يمكن أن تظهر للناس فتنها وبيض ساقيها إلا إذا أصابها فزع في المعركة عندما يغلب من ينصرهن يذهبن إلى الصعودات إلى الجبال إلى المعزاة المعزاة يعني الصخرات العالية فيذهبن إليها فيضطرن إلى أن يكشفن عما يخفين من الساق فالذي فر إذا رأى نساء بهذه الحالة لا يقبل أن يتبعهن يعود إلى أرض يعود إلى الأرض المعركة يقول عمر بن معد كريب لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة وبدت نميسك أنها بدر السماء إذا تبدأ نزلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش يبدأ كان هذا شأن المرأة عند العرب الآن عفى الله عن من بث في الأمة المثلسلات المكسيكية والتركية أصبحت ثقافة الحري تجتاح الأمة من غير أن لا تشعر مع أن العرب كما قلت في جاهليتها يوم لا يرجون جنة ولا يرجون نارة كانوا هذا أمر عظيم عندهم يجعل الرجال أقدر وأقوى على رجع خوض المعركة يقول عمر بن كالفوم هو تغليبي لكنه جاء بعد حرب البسوس يقول يقوتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا يعني أن نساءنا يطعمنا الجياد يطعمنا الخيون لكنهم يقولون لنا إن لم تقدروا على أن تمنعونا من الأعداء فلستم أهلا لأن تكونوا أزواجا لنا والمرأة شاءت أم أبت تابعة للرجل في الحماية هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعليها حياة الناس كلهم والمقصود ما وقع في يوم التحالق من أن حارث بن عباد أطلق مهله الربيع لما أطلقه انتصف البكريون من تغلب دخل رجل اسمه دغفل من السابة العرب على معاوي رضي الله عنه أرضاه فأخذ معاوي يسأله وكان يجيبه جوابا حتى سأله عن قومه قال ما زالت تغلب تنتصف منا حتى كان يوم التحالق الذي بيناه من حيث الإجمال وقلنا أعظم ثمراته كيف كانت القطيعة في العرب لأن بكرا وتغلب أبناء عمومة إلا أن الله نفعل بشرية كلها ببعثته صلوات الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قلت الشيخة نسألنكم في اتصال هاتفي معنا محمد مبارك من مورتانيا أهلا وسهلا بك أخي محمد أخ محمد معي أهل هاتف وعليكم السلامة تفضل أهلا معكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أخ محمد أهلا أبارك منكم في البرنامج الله يبارك فيك وأريد أن أخبرنا الشيخ ألي أحببه من ذلك أحبك الله أجل الله يبارك فيك شكرا لك أخي محمد من مورتانيا أيضا معنا مشاهدين الكرام رياض من السعودية أهلا أخ رياض مرحبا وضيفة الشيخ أياكم الله نبارك لكم البرنامج الأشتيت وأيام الله في القرآن فهي أيام تذكرنا بثنر الله في الخلق وفي الأرض وضيفة الشيخ بس سؤالي هل الأحداث للشرق الأوسط ما تكون مؤشر بعلامات يعني أفتاعة الأحداث التي تائرة في الشرق الأوسط ما تذكر بيام الله في القرآن بلا شك ذاهن سيد ويل لكن سنأتي تفصيلا إن شاء الله على مثل هذه الأيام إذا ذكرنا أشراط الساعة سنحاول قدر الإمكان أن نربطها لبعض ما يحدث في أيام زماننا من الناحية التاريخية فقط بإذن الله تعالى شكرا أخي رياض فضولة الشيخ كنا نتحدث عن يوم حليمة والعرب قالت ما يوم حليمة بسر حليمة اسم امرأة وهي بنت الحارث بن نبي شمر الحارث لا عرج وكان أبوها قد حارب المنذر بن ماء السماء وكان في المنذر شيء من البغي فخدعه الحارث بن نبي شمر وأرسل له مئة رجل اختارهم فارسا فارسا بدأ له قبل أن يبعثهم أن تمر ابنته حليمة فتخرج طيبا تطيب به أولئك الفرسان فخرجت فطيبت به أولئك الفرسان واحدا واحدا فسمي ذلك اليوم يوم حليمة لارتباطه بتلك المرأة فقالت العرب في أمثالها ما يوم حليمة بسر قال المبرد في الكامل هو كتاب أدبي معروف قال وهو أعظم أيام العرب حتى ذكروا أن العجاج المعركة غطى عين الشمس فرأوا النجوم ظهر من هنا أخذت العامة كلمتها المعروفة عندما يريد أحد أن يهدد أحدا يقول أريك كذا وكذا مأخوذ فيما يبدو العلم عند الله من يوم حليمة ما الذي خلد يوم حليمة يوم حليمة خلده أمران الأمر الأول المثل الذي شاء ضربت يعني صارت به الركمان هو قولهم يوم حليمة بسر والأمر الثاني أن شاعرا كبيرا هو النابغ الدبياني وهو أحد شعراء المحلقات ذكر يوم حليمة في شعره والشعر أن ذاك كان كالإعلام في زماننا هذا قال النابغة كنيني لهم يا أميمة ناصبي وليل أمقاسيه بطيء الكواكبي إلى أن قال يذكر يوم حليمة في أبيات متعددة قال يتكلم عن قوم الحارث بن أبي شمر قال إذا ما غزوا حلق فوقهم حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب ولعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تورثن من أيام يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب هذه الأبيات خلدت يوم حليمة النابغة يقول إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب الآن فطرا يعني عقلا لا تحتاج إلى كبير علم لو أنك رأيت الناس مجتمعين على بيت رجل من يسألون الناس لغلب على ظنك أمران أن الرجل ثري وأن الرجل يعطي فلو لم يكن ثريا يعطي لم اجتمع الناس عند بيته هذا يقول النابغة يتكلم عن قوم الحارث النبي شمر يقول إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب عصائب الطير جماعات الطير العقبان الغربان الصقور النسور تأكل الجيف فيقول هذه العقبان هذه الصقور ألفت أن هذا الرجل وجيشه عصابته إذا ما قابلوا قوما أفنوهم فيصبحون جيفا فاعتادت هذه الطير أن تتبع هذا الرجل وجيشه في كل مكان لعلمهم أنه سيترك لهم جيفا يأكلون إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب ثم قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيه المدح تأكيد المدح بما يشبه الذنب قد جاء به القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما هذا من نفسه ثم قال هذا البيت عن يوم حليمة قال تورثن أي هذه الصيوف ورثوها تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التشارب نعم نستاذنكم في اتصال هاتفي معنى أحمد من إيطاليا أخي أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل عندي سؤال لفقيلة الشيخ فضلق أحمد السؤال الأول يعني عن ساعة الإسجابة سواء يوم الأربعاء أو يوم الجمعة هي مفهوم ساعة ستون دقيقة أم ساعة يعني عندما فهم آخر جميل والسؤال التالي يعني استردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله هل يستجاب يعني استردوا عن النبي هل هي دعاء دائما مستجاب سواء كانت الشروط الإجابة أم لم تكن وهل هي مستجاب يعني بالليسان فقط إذن يكون حضور القلب جميل شكرا أخي أحمد أيضا معنا أم عبد الله من الإمارات أم عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أم عبد الله الله يخليك الله يسلمك الله يخليك ممكن يتكلم مع الشيخنا تفضلي الشيخنا والله العظيم أنا بحبك في الله أنا وزوجي وكل أهلنا فينا نحبك وحمد الله يعني أنت قدوتنا في الإسلام عندي بس دعاء الله يخليك شيخنا أنا ما عندي أولاد وعمل ثلاث مرات أطفال أنا بحبهم الحمد لله ما توصق بس الله يخليك شيخنا دايل الله يخليك إن شاء الله لو أنك تضر تضل لو أنك وزوجك في السجود في صلاة النافلة تقولين في السجود أربعين مرة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بصورة الانبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قوليها بالسجود أربعين مرة أرجو الله عز وجل برحمته وفضله وقدرته وإحسانه أن يمن عليكما بالذرية الصالحة وقد قلت أنا في منابر عدة أنني بالحمد لله وفضله إلى الآن أكثر من اثنين أو ثلاثة وعشرين حالة حكم الأطباء وعلى بعضها بالعقم التام ومن الله عليهم بقراءة هذه الآية في السجود على هيئة دعاء ثم كتب الله عز وجل لهم مليه جاء نعيد الآية نعيد الآية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فهذا في القرآن أن الله قال بعدها فاستجبنا له وأما إن قال لك قائل من أين أتى الشيخ بالأربعين فإن الله عز وجل ربط هذا العدد بالخلق قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم النطفة ثم يكون حلقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وقال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وفي حديث النشور قال صلى الله عليه وسلم ثم يمكث الناس أربعون ثم يمكث الناس أربعين ثم تمطل السماء ماء كمني الرجال فينبوت الناس فلها علاقة بالخلق من وجه ولها علاقة بالبركة من وجه قال الله عز وجل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فإن قال قائل إن هذا نوع من البدع قلنا له إن البدع لا تدخل في الدعاء هذا أشبه بالدواء تدخل في الأعمال التي لو جاء إنسان وقال من قال هذا الدعاء أربعين مرة له أجر كذا أو أجر كذا نقول هذا باطل يحتاج إلى دليل أما ثبت في الشرع ما يسمى بالعلم التجريبي فإن موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسرائيل والمعراج إنني قد بلوت الناس قبلك فهذا علم تجريبي وقد قلت مرارا أنني أول من صنعه بنفسي أنا مكثت أربع سنوات لم يكتب الله لي أن أنجب ثم إنني قلت في السجود أربعين مرة ثم من الله عز وجل علي بفضله وكرمه بالذرية الطيبة نسأل الله أن يصرحهم جميعا اللهم آمين معنا محمد من الأردن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أخ محمد أبدأ سلم على الشيخ فالح وقل وإني أحببتك في الله حياك الله أخ محمد أحبك الله ودعينا يا شيخ شكر الله لك حسن أظنك السلام عليكم ورحمة الله شكرا أخوي محمد من الأردن أيضا معنا محمد من السودان أخي محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي محمد تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام حياك الله أخي محمد تفضل نحبك في الله يا شيخ نحبكم الله وأجلكم وحبك ملك علينا قلوبنا صلى الله عليه وسلم أسأل عن قول عمر بن العاص عندما حضرت الوفاة اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر تلعن معنا هذا الكلام هذا من التوفيق الذي رزقه الله عز وجل هذا الصحابية قبل موته قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بي وهو من سديد القول لأن الإنسان إذا أورث في ذلك الموطن القذوم على الله أورث الاستكانة والضعف مع حسن الظن بالله وولهم كلمات حسنة يقولها فلعل ذلك إن شاء الله تعالى من حسن الخاتمة وعمر بن العاص صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير من الفضائل هل الأخ أحمد من إيطاليا سأل عن ساعة الاستجابة؟ ساعة الاستجابة أحيانا نتعلق لجابة الدعاء بالوقت وحيانا نتعلق بالمكان وحيانا نتعلق بالشخص ويكون أعظم إذا كان هناك حضور قلب مع شرف مكان مع فضل زمان إذا اجتمعت هذه الثلاثة تكون أكثر لكن مع ذلك فإن الله عز وجل قد يستجيب دعاء عبد ولو لم يكن حاضر القلب فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء الأخ صفوان من الأردن أهلا أخ صفوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ممكن أحكي مع قضية الشيخ؟ تفضل أخ صفوان قضية الشيخ اسمعك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام حياك الله أخ صفوان شيخ جزاك الله أنك الخير آمين ما شاء الله يعني احنا باستمرار نتابع دروسك ومحاضراتك ما شاء الله الحمد لله الشيخ أسألك بالله أنك تدعين بالثبات إن شاء الله وعين الله سبحانه وتعالى على حفظ القرآن الكريم وعلى الثبات إن شاء الله الوالدة موجودة؟ الوالدة موجودة؟ يعني اطلب منها أن تدعو لك فإن دعاء الوالدة لولدها أقرب إجابة وستدعو الله لك لكن ترى يعني حتى لا يعني يعني لو قلنا يعني لست واحدة لأن يدعو لظن الناس هذا تواضعا لكن تكون الحقائق واضحة يعني أدعو أنت لنفسك اجعل الوالدين وحدهما كلاهما وحدهما يدعو لك توخى عن ساعات الإجابة اشتهد في العمل الصالح والله المستعان نعم شكرا لك أخوي صفوان أيضا كان الأخ أحمد فضيلة الشيخ تتحدث عن دعاء شيء أيضا الدعاء نعم الدعاء كما بينا الإنسان مأمور شرعا أن يدعو ربه والدعاء هو العبادة كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخلي لكن الداعين إلى الله عز وجل يعني الذين يدعون ربهم يختلفون في أحوالهم في كل ما تبرع الإنسان من اثنين من الذنب ومن القوة يكون أقرب إلى الاستجابة وباستقصاعه للشرع يتبرع الإنسان من الذنب إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويتبرع الإنسان من القوة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأحب إلي أن الإنسان يقول قبل أن يرفع يديه بالدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويتراً ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستصحباً البراء بها من قوته أو ويتراً ثم يثني على الله جل وعلا بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله عز وجل بما شاء ثم يختم بما ختم به الأنبياء دعاءهم كأن يقول إن ربي لسميع الدعاء أو أمثالها منظرها في القرآن الكريم وكلما أكثر من قول ربنا كان أقرب إلى الاستجابة لأن الله علمنا أن نهتدي بأنبيائه ولما ذكر لنا عز وجل في القرآن دعاء أنبيائه تبين لنا أن أكثر دعاء الأنبياء يبدأ بكلمة ربنا ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع ربي هب لي فردا ربي هب لي من ذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وغير ذلك مما دعا به الأنبياء ربهم جل وعلا جميل أسأل لكم فضيلة الشيخ في فاصل مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم ونستقبل مكالمتنا فضيلة الشيخ معنا الأخ عبد المجيد الشريف من السعودية أهلا أخي عبد المجيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحييكم حيي فضيلة الشيخ صالح الشيخ صالح لمك أخبرك أن أحبك في الله أحبك كذلك أحبك أحب الأخوائي في الله أيضا أحبك الله صارك الله فيكم أجمعين الشيخ صالح سؤالي الأول وهو قوله تعالى النار جهنم ولي أعذ بالله وإن منكم إلا واردها وقوله تعالى في الآية الأخرى الذين لا يسمعون حتيثة وهم عنها مبعدون أتمنى التوفيق بين الآيتين نعم السؤال الآخر يمكن هو ذا الأهم عندي الحجاج بن يوسف الثقافي هذا الرجل عندما أراد قتل الحسن البصري واختفى عنه ذكر الحسن البصري أنه قال عند موته اللهم إنهم يقولون إنك لا تغفر لي اللهم فغفر لي فعندما سمع الحسن البصري فجع وقال والله إني لا أخشى أن يغفر الله له هذا الرجل كيف ما أقول كيف لا السؤال بالعظيم يعني الرجل هذا وفق لخدمة القرآن كما تعلم يعلم فضيلتكم كيف يقر الشيخ صالح مثل هذا الأمر هل هو من شمالة الآخرين فيه نعم وقال وكذلك نفس الموضوع حدث لزعيم عربي ذكر عنه شيء من الهجرام ثم نطق الشهادتين على حبل المشنقة لك أن تذكر الإسم أو تذكره وتعرفه شكرا شكرا أخو عبد المجيد شكرا لك أخو عبد المجيد سأدنكم أيضا فضيلة الشيخ الأخ هشام من السعودية نعم أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخوه هشام أخي مبارك البرنامج جديد وأسر بالله سبحانه وتعالى أن ننفع به المسلمين آمين اللهم ربك والصالح حتى أسلم على الشيخ صالح إياك الله خشام السلام عليكم يا شيخ أحبكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم صاحب الوجه الأكرم والإسم الأعظم أن يرفع قدرك في دينه في الدنيا والآخرة آمين وإنا لنحبك في الله وأسأل الله أن ينفع الأمة بعلمك وبارك الله بك شكرا شكرا أخي شكرا شكرا أخي شام فضلة الشيخ نعود لسؤال الأخ عبد المجيد الشريف من السعودية وكان يتحدث عن مواضيع متعددة قول الله عز وجل وإمنكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية وارضة الآية في سورة مريم قال جل وعلا في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الذي يظهر أن الإشكال عند الأخ السائل في أن الله قال لا يسمعون حسيسها وهنا قال وإن منكم إلا واردوان الورود هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الورود على جسر جهنم لكن الورود على جسر جهنم لا يكون معه سماع للنار وإنما الناس فيه على ثلاثة أحوال منهم من ينجيه الله على قدر عمله فلا تراه النار ولا يراه ومنهم من تخدشه النار لكنه يسلم ومنهم عياذا بالله من يكب على وجهه في النار والذين يكبون على وجهه في النار ثلاثة فرق إما يكون كافرا وإما يكون منافقا وإما يكون مؤمنا موحدا له ذنوب فإما إن كان كافرا فهو في النار وإن كان منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار وإن كان مؤمنا موحدا مات على التوحيد ولم يخرج من الملة فهذا لا يلبث أن يخرج من النار ولو بعد حين قال أهل العلم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال هذا الجواب الأول الجواب الثاني قضية الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف أمير أموي استعماله أول من استعماله عبد الملك بن مروان ثم استعماله ابنها الوليد بن عبد الملك ولما مات الحجاج في زمن الوليد قال الوليد لئن كان أبي يقول إن الحجاج جلدة ما بين عينيه فإن الحجاج جلدة وجه كله من شغفه بالحجاج وطد لبني أمية المنابر وكان قائداً سفاحاً يعني سفاكاً للدماء فلنقل بأدب في سيفه رهق يعني هذه أفضل من كلمة سفاح وكلمة ما بعدها الحجاج مع ذلك كان معظماً للقرآن ويكرم أهل القرآن وكان حافظاً له وهو أحد واربعة من العرب لم يلحنوا في جد ولا هزم كان فصيحاً جداً هذا الحجاج نقل عنه أنه عند موته قال اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي فالذي غبط الحجاج على هذه الكلمة فيما أحفظه هو عمر بن عبد العزيز لما بلغه أن الحجاج قال هذا غبطه كيف أنه قال اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي نقول والعلم عند الله إن الإنسان إذا كان له علاقة بالقرآن يأبى الله أن يذله ومن ذكره الزعيم العربي معروف وكان فيه إصراف في الدماء وبغي وعدوان حتى كتب الله له أن يؤسر فلما كان في السجن ويتردد على المحاكمة فيما نراه نحن يعني كان لا يترك المصعب من يته فلعل والعلم عند الله أن تلك الأيام التي ارتبط فيها بالقرآن وفقه الله ألهمها أن يقول الشهادتين قبل وفاته ومعلوم أنه ليس كل أحد يوفق أن ينطق بالشهادتين قبل وفاته والأعمال بالخواتيم لكن عندما نقول عن أي أحد إن الأعمال بالخواتيم لا يعني أبدا التسليم لما مضى من أيامه مثاله لو أن إنسانا جاء وقتل أحد جيرانه ثم إنه سجن ثم إنه تاب في سجنه ثم قبل أن يقتص منه رضق الشهادتين والناس يسمعون فلا يعني أن قتله لجاره كان حقا هذا باطل بنص القرآن بإجماع الأمة لكنه تاب توبة لأمر ما أراده الله له فختم الله له بخير هو القتل والموت حتى لو كان قصاصا لا يسقط حق المقتول لأن القاتل إذا قتل يتعلق به فردة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم فحق أولياء الدم إما أن يرضوا بالقصاص أو بالدية أو يعفون فما اختاروا لأنفسهم يقبل إن طالبوا بالقصاص أو طالبوا بالدية أو طالبوا بالعفو هذا حق أولياء الدم وحق الله يسقط بالتوبة من تاب تاب الله عليه بقي حق المقتول فهذا في قبله هو لا يدفع بشيء إذا اختص من هذا الذي قتله لأنه قد مات قبله لكنه يأتي يوم القيامة فيأخذ بعنق من قتله ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتله فيأخذ له حقه بحسب حاله فإن كان صالحا قفر الله له ما أو أعطاه حسنات المهم لله عليه أن يؤديها إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ معنا أحمد السالم من أسبانيا أخ أحمد صلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعلى محمد وآله وصحبه السلام سلام عليك قدير الشيخ أياك الله أخ أحمد أريد أسألك عن صلاة البط والغب لأن هناك في المغرب العربي طالب أغلب الناس أن يصلون بالبط لأنهم ينتمون إلى مذهب الإمام مالك يصلون بماذا؟ ليه المذهب الإمام مالك صلاة البر صلاة ماذا؟ صلاة البط البرق صلاة البرق أخي أحمد البط البط ماذا تقصل بها؟ يعني لا يصلون بالغب هذا اللباس؟ تتكلم عن قبض اليد وسطها؟ صلاة البط 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 يعني يبسطون أيديهم في الصلاة يبسطون أيديهم نعم يقول لك تتكلم عن بسط اليد وقبضها نعم أمر واسط نعم واسأل الله أن يحفظك لهذه الأمة لما حفظ به الذكر الحكيم وأن يبارك لك بذريتك شكر الله لك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة على حسن ظنك بأخيك ماذا الإمام مالك؟ الإمام مالك إمام متبوع من أعظم إئمة المسلمين قال الشفعي رحمه الله إذا ذكر العلماء فمالك النجم يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهابو غير ذي سلطان وبعض المالكية يرى أن الصلاة تكون بالبسط سواء في القيام قبل الركوع أو في القيام بعد الركوع أما في القيام بعد الركوع في القيام بعد الركوع فإن جمهور أهل العلم على أن الإنسان يبسط يديه يعني لا يقبضهما لكن الإشكال في القيام قبل الركوع فمذهبوا أكثر أهل العلم على أن الإنسان يضع يمناه على يسرع لحديث إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على أيدينا نقبض بأيماننا على شمائلنا وبعض أهل العلم يرى غير ذلك لكن الذي يحفظ أنه في الموطأ نفسه ما يدل على أن روى مالك قضية القبض لكن كما قلت لا يشن على الناس بهذا فإذا كان الإنسان يتبع إماما متبوعا أو عالما حج بينه وبين الله فلا يمكن أن يكلف العوام بأكثر من سؤال أهل العلم لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا الأخ حمود من السعودية أهلا أخ حمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الأخ حق حقهم أهلا أخي حب Saat بس برامج بس لن نتعب والهام تابعك من قناة لقناة وانا أسأل سؤال يلا أرغب عليك عن شقي وسعيد شقي وسعيد كتبت للخلايا هما ذنب من كتب له شقي شكرا صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم أعظم وأرجى لهم من أعمالهم وليعلم العبد هذا في الحديث أن ما أصابه لم يكن ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا كله أيها المبارك يندرج في الإيمان بالقدر وقد جاء في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نحن نعلم يقينا أن الله عز وجل منزه عن الظلم وليس كل شيء نعرف سره والقدر سر الله جل وعلا في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ورأهم يتكلمون في القدر غضب وحمرت وجنته الطاهرتان الشريفتان كأنما فوقع في وجنتيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه وقال عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه فالقدر كما قال الإيمان وحمد وغيره سر الله عز وجل في الأرض لا نعلمه لكننا على يقين أن رب العزة والجلال منزه عن الضبط نعم نقول لأخونا حمود العتيبي وكل من يتابع قناة القراءة الفضائية في العالم بأن الأرجون القديم بإذن الله تعالى سوف يكون كل يوم جمعة في تمام التاسعة بإذن الله تعالى من هنا من المملكة العربية السعودية بتوقيت مكة المكرمة في كل يوم جمعة في تمام التاسعة بإذن الله تعالى معنا الأخ أمين أيضا أتفضل أخ أمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله يا أخ أمين شكرا الله لك أتفضل أشفد الله أني رجعت إلى ديني فضل الله ثم أنت وعندي سؤال نحن عايشي في ألمانيا عنا الإخوان المغاربة والشعب الأفريقي يقدس اليوم عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هل إحنا كشرق أوسط يعني يجوز أو بشكل عام كمسلمين نحتفر بهيك يوم عارفين أن هذا يوم عزيز علينا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده شيخ صالح أحبك بالله أحبك بالله أحبك بالله شيخ صالح أحبك الله وأجلك ومن حيث العموم يوم مولده صلى الله عليه وسلم بينا في أول اللقاء أنه من أسعد أيام الدنيا لكن لا نعلم نصا من كتاب أو سنة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده بل أنه لما صام يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال هو يوم ولدت فيه فلو أنه صلى الله عليه وسلم صام الاثنين الذي من شهر ربيعين الأول الذي ولد فيه من العام من كل حول لقلنا أن هذا نواه وأصل لمن يرى ذلك لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين من كل أسبوع في غالب أحواله وليستديم ذلك لأن عاشر صلى الله عليه وسلم قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام أحيانا وكان يسرد الفطرة أحيانا لكن على العموم من حيث العموم يعني حتى عندما يعني من لا يرى هذا وينكره فلننظر في من قام بالاحتفال لأن الناس يختلفون هم يحمدون حمدا عظيما على هذه العاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم ومحبة عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة والعاطفة نحوه من أعظم النعم التي يعطيها الله أز وجل عبده وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يتمثلون هذه المحبة والعاطفة نحوه عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله عنه أرضاه بعد موت عليه الصلاة والسلام وقال وهو على منبره إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام عامي أول وراد أن يتم الحديث فبكى ثم عاد الخطبة مرتين أو ثلاث وهو لا يقدر أن يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم العام ولما جاء بلال رضي الله عنه أرضاه من الشام أو حتى في الشام وأذن وقال أشهد أن محمد رسول الله بكى كل من كان قد سمع بلالا وهو يؤذن زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن بلالا قبلها قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن مقام العاطفة البشرية غير مقام المحبة لله جل وعلا فمحبتنا لله محبتنا لخالق أما محبتنا النبي صلى الله عليه وسلم محبتنا لمخلوق وهذه يابد من التفرق بينها وعلى العموم الأمة فيها من الجراح وفيها من الفرقة ما لا ينبغي أن تشتغل بأمور يمكن مدراك ومعالجتها بعد حين بعد أن تستقيم بعض الأمور التي سبب في اختلاف الأمة نسأل الله أن يجمع الكلمة ويشرح الصدور ويؤلف القلوب ويعيننا وجميع المسلمين على الحق اللهم أمين اللهم أمين معنا الأخ صلاح من ليبيا نعم من ليبيا وعليكم السلام ورحمة الله بس يا شيخ تفضل أخ صلاح جاز إعطاء الزكاة إليه هو يمنع من كان من كنت أنت من صلبه أو كان هو من صلبك مثل أبنائك أو أحفادك أو أبوك أو جدك أما الإخوة الفروع فإنه يجوز إعطاء الزكاة لهم سواء كانوا إخوة أو أخوات إذا تحقق فيهم الفقر أو المسكنة أو أحد شروط إعطاء الزكاة المعروفة شكرا أخ صلاح من ليبيا فضيلة الشيخ لم يبقى سوى دقيقة على انتهاء هذه الحلقة من برنامج العرجون القديم فما هي الكلمة التي تود أن تختم بها البرنامج أسأل الله التوفيق وأرجو الله عز وجل أن يعيننا في ما هو مقبل من الحلقات لتقديم ما ينفع الناس وعيد سنعرج على كثير من الغيبيات على كثير من الحقائق التاريخية التي مضت سنحاول قدر الإمكان أن نميط اللثام عن كثير من الأمور التي يغلب على الظن عندنا هنا في هذه القناة المباركة أن الناس محتاجون إليها الموفق من؟ الموفق الله ونحن عبيد يستعملنا الله عز وجل لكن كل الذي نقدر عليه أن نقول نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وفيما يقرب إلى دينه إن ربي لسمي عدوها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغام سيمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة شكرا جزيلا لكم ونلتقي على خير بإذن الله بالأسبوع المقبل يوم الجمعة وبنفس الوقت في التاسعة مساء بإذن الله على قناة إقراء إذن مشاهدين الكرام نستقبل تواصلكم عبر صفحة القناة على الفيسبوك وأيضا تويتر وكافة وسائل التواصل مع قناة قراءة الفضائية والأسئلة التي تود أن تطرحوها على فضيلة الشيخ حتى ألقاكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته